ورية صحف لنهار اليوم والبداية بيومية الشباك التي افتتحت في صدر صفحتها بعودة المنتخب الوطني إلى أرض الوطن حيث عنوانت صحيفة اللعبون يلتزمون الصمت ورورة ويرفض الاستقالة مضيفا أنه ليس لديه حساب يقدمه لأي كان وما حادث فيه كان أمر عادي صحيفة كومبيتيسيون ناطقة باللغة الفرنسية جاء بتصريح النخب الوطني المستقل من منصبه جورج ليكنس الذي قال أنه كان جاء لإتمام مشروع في الجزائر لكن قلة صبر الجزائريين هي من أجبرته على المغادرة وضف البلجيكية تحقيق أن تحقيق نتائج جيدة في ضرف زمني قصير لا يؤمن به ولو أعطوه أو منحوه الوقت اللازم لا فعل الأفضل بالمنتخب الوطني أما يومية لبيترغ ناطقة باللغة الفرنسية هي أيضا قالت أن اسم بالماضي يعود بقوة للإشراف على المنتخب الوطني وهو الذي يعتبر من أنجح المداربين الجزائرين في الوقت الراهن في حين احترف لورون كوربيس أن اسمه يتدول في الفاف منذ عشر سنوات لكن لا أحد اتصل به سابقا ترجمة نانسي قنقر